النبي الكريم قال حديثا عجيبا ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة هذا الحديث كان مثارا للتشكي هل الله يمكن أن يظلم البشر؟ طيب ماذا إذا قال الملحد؟ الله كتب علي الإلحاد وبالتالي أنا لن أستفيد شيئا إذا آمنت هكذا كتب الله علي انظر أخي الحبيب قلنا إن العلم اللدن هو أوسع بكثير من العلم البشر المحدود علمنا نحن مثل دائرة صغيرة والعلم اللدن هذا الفضاء الكبير لماذا؟ لأن العلم اللدن يقوم على علم الغيب والله أحيانا إذا أراد يعطي بعض عباده شيئا من هذا العلم يعني يعطيهم شيئا من علم الغيب كما أعطى لي للخضر عليه السلام الخضر كان عبدا صالحا عندما دخلا إلى هذه القرية وعوملا الخضر وموسى عوملا معاملة سيئة جدا أهل القرية لآم لم يضيفوهما ولا شربة ماء المنطق يفرض أن يذهبوا أن يتركوهم لا السيدون الخضر قال سنقيم في هذه القرية كان هناك جدار قال سنقيم هذا الجدار طيب جدار متهدم وأصلا حتى لو تهدم لا قيمة له هو جدار في القرية لا أحد ينتفع به هذا التحليل الذي جرى عند سيدنا موسى وهذا جدار في أطراف القرية لا أحد ينتفع به ليس له قيمة مآله إلى السقوط طيب لماذا تقوم بإقامة هذا الجدار وبنائه وتتعب نفسك وتتكلف طبعا إقامة الجدار تحتاج لشراء مواد بناء ولبذل جهد كبير والتعب وعناء وعطش وربما جلس أيام يشتغل به يعني ربما جدار كبير لا نعلم حقيقة الأمر ولكن الثابت أنه أخذ جهدا وتعبا ومالا منه تكلفة هنا سيدنا موسى رأى أمامه عمل عشوائي أناس لآم والله لو أكرموك فأكرمتهم يعني منطق لاحظ أن سيدنا الخضر يتصرف خارج المنطق العقلي لماذا تبني جدارا أصلا هو مهدم والأفضل أن يهدم لا قيمة له طب لماذا لم تأخذ أجرا لماذا تتعب نفسك مع أناس لآم لم يضيفونا لم يهتموا بنا لم يعطونا أي شيء ولكن هنا سيدنا الخضر بالعلم اللدن الذي أعطاه الله إياه رأى الكنز تحت هذا الجدر رأاه بالعلم اللدن طب تقول لي كيف يرى أقول لك نعم علم الغيب يجعلك ترى أشياء لا يرىها الإنسان العادي وأكبر مثال على ذلك ما يحدث في الرؤى الصادقة مثل رؤية سيدنا يوسف رأى أنه سيصبح ملكا يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين واضح بالنسبة للأب أن هذا الغلام سيكون ملكا ومن عادات الملوك أن من يدخل عليهم يسجد لهم وإخوته الأحد عشر كوكب رؤية واضحة طيب كيف رأاه سيدنا يوسف وكيف تحققت إذن يستطيع الإنسان أن يرى الغيب من خلال الأحلام وفي اليقظة أيضا كما حدث مع سيدنا الخضر أنه رأى الكنز شيء الثاني الذي رأى أنه علم أن هذا الكنز لغلامين يتيمين علم موضع الغلامين وهما في المدينة ليسا في القرية مسافة بعيدة يعني علم أيضا أن الأب والأم كانا صالحين وعلم أنه يجب على هذين الغلامين أن يكبرا ويستخرجا هذا الكنز لينفقه في طاعة الله فإذا ما تهدم ورآه أهل القرية اللي آم لن يحصلوا على قرش لن يحصلوا على ذرة منه سينهبونه ويسرقوه وانتهى الأمر كل هذه الأشياء رأاها سيدنا الخضر العلم اللي دني أيضا فيه جزء مهم أنك ترى الغيب وتستطيع أن تتخذ القرار المناسب في لحظة معينة فكان لابد من تنفيذ هذا الأمر بإقامة الجدار طيب هذا علم عالي جدا عالي لذلك سيدنا موسى عليه السلام وهو كليم الله وكلم الله موسى تكليما حقيقة لم يتمكن من الإحاطة بهذا العلم فقال أيضا استنكر قال لو شئت لاتخذت عليه أجر لماذا تقيم جدارا أولا لا قيمة له لا يضر ولا ينفع وتقدمه هدية على طبق من ذهب لأناس لآم لا يستحقون أصلا فعل الخير فلماذا تقوم بذلك؟ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا انظر علم الغيب هنا لدى سيدنا الخضر رأى الكنز أولا وعلم أن هذا الكنز الذي وضعه الأبوان يعني حتى علم الماضي لأنه ما الذي أدراه أن هذا الكنز لهذين الأبوين الأب والأم ماتوا منذ زمن وتركوا هذين الغلامين فرأى رجع بعلمه اللدني للماضي فرأى الأب وهو يضع هذا الكنز ويقيم الجدار ورأى كيف أن الجدار يتهدم وربما بعد أيام سيظهر الكنز ورأى الغلامين لم يكبرا بعد وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يستخرجا كنزهما من يستطيع أن يتنبأ بكل ويعلم ماذا يريد الله أيضا هذا علم عالي جدا أحبتي في الله فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري إذن أهم ما يميز العلم لدني أنك أنت تعمل بأمر الله ليس بأمرك أنت ولكن الله هو الذي يلهمك يعلمك يريك يجعلك ترى الحقائق وكل إنسان أيها الأحب أنا باعتقادي طبعا وهذا اجتهاد مني كل إنسان مؤمن عندما يصل لدرجة عالية من الإيمان الله يكرمه بشيء من العلم لدني كيف يظهر؟ يظهر في سلوكه أنه يتجنب الشر يرى الشر أن هذا المكان بعد سنوات فيه شر فيتجنبه مسبقا وهكذا دعوني أرجى إلى الموضوع الذي وعدتكم به الملحد يقول الله كتب علي كل شيء كيف كتب علي أن أكون ملحدا ثم يحاسبني فالله عز وجل لأنه يعلم الغيب علم أن هذا الإنسان قبل أن يخلق أنه عندما يخلق سيسلك هذا السلوك سيختار الإلحاد علم ذلك هذا العلم احتمال بالنسبة كان يعني أن يتحقق بالنسبة لنا نحن نتنبأ غدا أن يكون الطقس مثلا معتدلا درجة الحرارة كذا الرطوبة كذا الرياح كذا ارتفاع الموج كذا بنسبة 90% 95% 75% وهكذا ليس بنسبة 100% لأن علم الطقس متقلب بالنسبة لله أيها الأحبة الاحتمال هو 100% لأن الله يعلم الغيب طيب هل الله أجبرك على ذلك؟ لا هو علم متى تستطيع أن تكتب أنت التنبؤ النبوء متى تستطيع أن تكتبها؟ عندما يصبح علمك بها 100% صحيحا مثلا غدا ستكون الحرارة كذا درجة بنسبة 90% صح و10% قد تكون أعلى أو أقل غدا سيحدث كسوف للشمس الساعة كذا في منطقة كذا بنسبة كم 100% إذن نحن نستطيع أن نضع جدول الكسوف لمئة سنة لماذا؟ لأن علمنا أصبح علما يقينيا لأنك امتلكت هذه المعادلات الرقمية فالله عنده هذه المعادلات وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا إذن الله لم يجبرك على فعل شيء يا أخي الحبيب هو فقط أعطاك حرية الاختيار بناء على طلبك أنت أنت الذي طلبت ذلك أنت الذي حملت هذه الأمانة وبالتالي فعندما تقول والله الله كتب علي الإلحاد نعم كتب عليك ولكن باختيارك أنت كتبه بعلمه المؤكد 100% ولكن أنت اخترت هذا الطريق طيب ما الذي يجعلني متأكدا من هذا الكلام؟ أنا أستطيع أن أقول لأي ملحد هل هناك قوة تمنعك من الإيمان؟ يعني هل هناك أحد يضع مسدس في رأسك ويقول لك الحد؟ لا يقول لك أنا لم أقتنع هكذا دماغه تفكيره الفاسد ساقه لهذا الطريق عندما جاء المشركون ماذا قالوا في سورة الأنعم؟ نحن نقرأ من سورة الأنعم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولا حرمنا من شيء كذلك ماذا؟ هنا رد عليهم القرآن كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم يعني أنت امتلكت هذا العلم لدني علم الغيب حتى تقول لو شاء الله يعني أنت اطلعت على علم الغيب وعلمت أن الله كتبك من الملحدين؟ نحن لا نعلم الله أخفى عني ما كتبه لي أنا لا أستطيع أن أعلم مصيري ماذا كتب الله لي قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون يعني كذب واضح سخيف لا قيمة له يعني غير متقن يعني كذب تافه إذن هنا أيها الأحبة عندما نفهم هذه القضية ونفهم أن الله علم سلوكي أنا فكتب لي الجنة أنا كل طموحي وأفكاري وتوقعاتي أتوقع أن أدخل الجنة طيب كيف أدخلها؟ إذن أنا يجب أن أتق النار وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين إذن الله صحيح كتب مقعد كل واحد مننا في الجنة أو في النار ولكن أعطاك الطريقة لتعرف ماذا كتب لك كل واحد يستطيع أن يعلم تعلم كيف؟ من خلال سلوكك من خلال إيمانك الله أعطاك طريقة قال لك وأن هذا صراطي مستقيما آمن بالله ثم استقم تكون من أهل الجنة يكون مقعدك تعلم ماذا كتب الله لك أخلص عبادتك لله يكفك العمل القليل طب إذا أردت أن تتبع الشهوات وتتبع غير سبيل المؤمنين وتتبع إبليس خطوات الشيطان سيكون مقعدك محجوزا في نار جهنم ولا ياذب الله نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة